اللي قاله الدكتور مصطفى في كل فقرة من فقراته نقدر نخش على كل موضوع نتكلم ساعات ساعات في كل نقطة من النقاط اللي اتكلم فيها في التفاصيل دي كلها انا هقول واحدة فقط لقناة السويس لان الكلام دي كان بيتعمل وانت مش بس بتحارب ارهاب انت عندك ابوك كذب وافتراء وشعيعات شغالة تقدح في كل اجراء وما صار تعمله انت كمان مش محل تقدير من ناسك اللي انت بتعمل لجل خطرهم او لجل خطر ربنا وخطرهم لا ده كمان وانت بتعمل كده بيتم الاساء لك واللي الاساء المسئوليك مش ليهم هم بس هم وقصرهم واكن يعني ولكن لا بأس لان ما فيش حاجة بتروح عند ربنا كل كلمة كد لها اجر كل اساء لها اجر المسئوليك المسئوليك او تم عمل بوهتان عليه ده مش حيمشي كده اذا كاننا احنا بنؤمن بالله وان في يوم هنقف ونتحاسب مش أنا اللي هتحاسب اللي حيحاسب ربنا اللي لا بيخفل ولينام كل تفاصيل الافك والمكر اللي اتعملت على مصر خلال على الاقل العشر سنين اللي فاتوا واللي كانت امتداد عشان كده قلت انا حكلم على قناة سويس وبس وكانت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للانسان المصري تبقى جزء من الشخصية المصرية متشككة غير واثقة في نفسها وفي بلدها ده بناء فكري وجداني اتعمل لمصر خلال 40-50 سنة وهم يعتقدون انهم هيقدروا من خلال ده يبنوا امة الامة لا تبنى الا على البناء والاصلاح فقط لا الخراب ولا الاساء ولا الاهانة ولا الهدم ولا التشكيك ولا الظلم لما انا اقول على العمل عمل مسؤول ان العمل ده منقوص او فاسد او غير مدروس انا بظلمه بظلم بظلم جهده وعمله بحطه على العمل بتاعه طراب بحطه على العمل بتاعه طراب عشان كده قلت في بداية الكلام انتو ده اللي احنا هنقوله لكم حكاية وطن في ثلاث ايام فيه هنا معانا ناس سياسيين كتير يقول لك يا راجل حد يقول عندك فرصة في الانتخابات اسمعوا كلام شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير محدش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة